عن أبي صالح حدثنا الليف عن عبيد الله بن عمر قال كان يحيى بن سعيد يحدثنا فيسح علينا مثل اللؤلؤ يعطينا لؤلؤ إذا طلع ربيع فقطع حديثه إجلالا لربيع وإعظاما هو يعطي اللؤلؤ لكن عندما خرج من هو فقيه المدينة في زمانه أيضا وهو ربيع الرأي فكان يتوقف عن الكلام حتى يسمح إذا أراد أن يتكلم ربيعا يتكلم وإن أذن له بالكلام تابع كلامه هذا هو حال العلماء مع بعضهم البعض كيف أنهم كانوا يجلوا بعضهم ويتكاملوا ويتعازروا فأما نحن في زمن رأينا الطلبة يحاولون أن ينافسوا مشايخهم بدل أن يقدموهم ويؤازروهم ويناصروهم أصبحت مع انقلاب الموازين ولا حول ولا قوة إلا بالله أصبحوا يزاحمونهم فإذا انظر هذا هو الأدب عندما تعرف من هو غيرك أعلم منك أن تتوقف وتقدمه في الكلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر